يعطيكم العافية عاشر اليوم إن شاء الله سنتحدث عن آخر موضوع بي وحدتكم بعنوان المبلمرات حتى نقدر نفهم ما يعني مبلمرات سأضرب لكم المثال الأعتي قطع الليجو أكيد كلكم تعرفوها قطع الليجو تكون قطع صغيرة جدا ثم تقوموا بعملية تركيب و ترتيب هذه القطع بحيث ينتج عندكم شيء جسم شكل معين أكبر حجم من هذه القطع فإنتوا من هذه القطع الصغيرة قطع الليجو الصغيرة قدرتوا تكونوا جسم أكبر إلى شكل مختلف وإلى خصائص معين لهذا الشكل من هذه القطع الصغيرة هلأ طب شو عداقة مثال الليجو قدرتكم تعالوا نشوف المركبات الكيميائية نفس الفكرة يا عاشر المركبات الكيميائية بتكون بعض المركبات جزيئات صغيرة جدا ذات كتل جزيئية صغيرة جدا طيب لو من نفس المركب تم الترابط ما بين عدة جزيئات من نفس المركب صار بينهم روابط معينة من نفس المركب مش من مركب الجديد نفس المركب ترابطوا مع بعض بس يكون طبعا عدد الجزيئات كبير ممكن يوصل 100 أكثر من 100 جزيئ ترابطوا مع بعض رح يكونوا عندي جزيئات أكبر حجما من هذا الجزيئ رح أعطيكم مثال مثال لو أخذنا الكلوكوز سكر الكلوكوز السيخة الكيميائية T6H12O6 هذا عبارة عن جزيئ كلوكوز لهو مركب الكلوكوز طبعا هو رح يكون كتلته صغيرة جدا هو عبارة عن جزيئات صغيرة لو جبنا هذا الكلوكوز C6H12O6 جبنا 100 أو 200 جزيئ منه وهذه 100 أو 200 جزيئ ترابطوا مع بعض شو بتتوقع سير رح يكون عندي جزيئات عملاقة من السكر الكلوكوز طبعا هلأ رح ندرس ما هي المادة اللي رح تتكون من هاي الرابطة ولكن الجزيئ الكبير يلي كونه جزيئات الكلوكوز الصغيرة مش ترابطوا مع بعض الكلوكوز جزيئ كبير هذا الجزيئ الكبير شو بسميه بسميها مبلمرات بسميها مبلمرات المبلمرات بتشبه الجسم الكبير اللي بنيتوه من قطع الليغو بذكر المثال الليغو اللي حكنا قبل شوي إذن المبلمرات بتشبه الجسم الكبير اللي بنيتوه من قطع الليغو لماذا؟ لأنها تكونت من قطع الصغيرة الجسم الكبير اللي بنته من قطع الليغو تكون من قطع الليغو صغيرة والمبلمرات اللي هلأ حكنا هتكونت في المركبات كيميائية صغيرة جزيئات كيميائية صغيرة فأنتاجت عندي مركب أكبر كتلة تمام؟ هاده هم المبلمرات طيب المركب الصغير اللي ترابطوا مع بعض المركب الواحد شو ده سميه بطلق عليه اسم المونيمار 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 مثل قطع الليغو الصغيرة طيب كمان مرة عشان نقدر نفهم الفكرة قطع الليغو الصغيرة والمركب اللي كتلته الجزيئية صغيرة تمام؟ أسميه مونيمار تمام؟ هلأ قطع الليغو الصغيرة رتبتهم فأبعض وركبتهم فأبعض كوروا عندي إشي كبير والمركب الكيميائي اللي كتلته الصغيرة جبت منه كتير عدة جزيئات أعداد كبيرة منها ورابطتهم مع بعض كوروا عندي مركب كبير رح أسميها مبلمر تمام؟ سميه مبلمر فإذن ما هو تعريف المبلمرات؟ جزيئات عملاقة ذات كتل جزيئية عالية تتكون من ترابط عدد كبير من الجزيئات الصغيرة طيب والمركب اللي هلأ حكنا عنها المونيمارات؟ جزيئات صغيرة ذات كتل جزيئية صغيرة تتحت مع بعضها مكونة المبلمرات دقزوا معي بالصورة هذه هي الصورة هذا جزيء اسمه مونيمار هذا جزيء نفسه بشبهه كمان اسمه من نفس النوعية اسمه مونيمار هذا جزيء يشبهه اسمه مونيمار وهذا نفس الشيء وهذا نفس الشيء هدول المونيمار اتتحدوا كلهم مع بعض عدة جزيئات من نفس المونيمار اتتحدوا مع بعض شو كوانوا عندي؟ كوانوا عندي بوليمر مبلمرات تمام؟ اسم العملية البلمرة واسم المركب بي كوانوا مبلمرات أو بوليمر تمام؟ تعالوا نتعرف مع بعض على أنواع المبلمرات المبلمرات ناعين مبلمرات طبيعية تنشأ بشكل طبيعي ليس للإنسان دخل فيها مثل النشأ والسيلوز والبروتينات هلأ رح ندرسها ومبلمرات صناعية طبعا الإنسان يقوم بتصنيحها في المختبرات بتفاعل مركبات كيميائية معينة مثل البوليسيلين والتيفلون والألياف الصناعية وتعالوا نتدرسها مع بعض بالتفصيل رح نبدأ نتكلم عن المبلمرات الصناعية أول نوع منها البوليسيلين أول نقطة بي أحكي لكم إياها أن المبلمرات بي تكون عادة الكينات يعني بتحتوي على رابطة ثنائية ما بلاقي بوليمر من الكينات ليش؟ لأن الكينات مشبعة تمام؟ فصعب أعمل على تكسير الروابط بينها ولكن الألكينات لأن فيها رابطة ثنائية بقدر أكسر هذه الرابطة بتفاعلات الإضافة إذن زي ما حكينا بدرس الألكينات التفاعلات التي تعملها تفاعلات الإضافة بتكون بتكسير الرابطة الثنائية وتحويلها إلى مركبات مشبعة بتشبه الألكينات تمام؟ فإذا المس ما بنفع أعمل مبلمرات من ألكينات لا المبلمرات رح تنعمل المطوبة منكم هون من ألكينات الألكينات مستحيل يثبت أنه يكون في منها مبلمرات تمام؟ هلأ نحكي عن البوليسيلين الآن المبليسيلين المونيمر منه يعني الجزء الصغير اللي يكون هو جزء الـ C2H4 اللي هو الـ إثين جزء الإثين الـ C2H4 طيب C2H4 مع C2H4 مع C2H4 صار في عندي 100 من الـ C2H4 ترابط مع بعض شو رح يكون عندي؟ رح يكون عندي بوليمر جزء كبير اسمه بولي إثيلين يعني متعدد الإثيلين تمام؟ إذن المونيمر منه إثين اللي هو جزء إثين سيتو أجفور البوليمر البولي إثيلين طب وين باستخدمه هاد؟ ما عشي عملنا مبالمر جزء اسمه بولي إثيلين وين باستخدمه؟ باستخدمه في إصطناعات الأقطية البلاستيك، الأكياس، الأكياس التعبئ، الأكياس الصودة والكياس البيضة نجيب فيها إحنا الخبز والخضرة، الخراطين المياه، البربيش تبع الماء، الأقطية البلاستيكية هاي كلها من مبالمر البولي إثيلين تمام؟ طيب، راح أروح للنوع الثاني، المثال الثاني، التيفلون التيفلون المونيمر منه، الجزء الصغير اسمه رباعي فلورو إثين تمام؟ رباعي فلورو إثين وهذه التيفطة الكيميائية ومنلاحظ الرابطة الثنائية الموجودة هون، تمام؟ إذن اسم المونيمر رباعي فلورو إثين طيب، البوليمر شو اسمه؟ البوليمر اسمه التيفلون، المادة اللي ناجه من تفاعل كتير جزيئات من الفلورو إثين الرباعي فلورو إثين، كتير ترابطوا مع بعض، أعدادهم 200-300 ألف أكتر، الرباعي فلورو إثين، كونه مبالمر اسمه التيفلون، طب وين تستخدمه؟ بتعرفوا تناجر التيفل وإلايات التيفل التي تستخدمهم والتي تكون مطلية بطبقة سوداء عشان ما يلتصق بها الطعام، هايها، هون هذا هو التيفلون المكون من رباعي فلورو إثين، تمام؟ اللي هو المونيمر تبعه باستخدمه أواني الطبخ، فرش ملاعب التزلج، وأواني حفظ المواد الكيميائية حتى لا يلتصق فيها الطعام، آخر مبالمر صناعي اللي نحكي عنه، الألياف الصناعية، الألياف الصناعية لذي الخيوط، الخيوط النيلون، الخيوط الحريرية، وخيوط كثيرة، تمام؟ طيب، هلأ في نوع، طبعا هي استخدامتها، صناعة خيوط النيلون، اللي ينتج منها الصناعات أخرى، الأقنشة، وفرش الأسنان، وخيوط الجرح، والجوارب كثيرة، طب، أنتم اللي مطلوب منكم، مثال بالكتاب عن نوع من أنواع الخيوط، اسمه الأكريلاين، تمام؟ هو عبارة عن مبالمر اسمه الأكريلاين، والمونيمر منه، كتبت لكم صيغة الكيميائية بالكتاب، بترجعو لها هلأ إن شاء الله، وبعرض لكم إياها، تابعوا معي هلأ حتى نتعرف على المبالمرات الطبيعية،